زي نطور السياحة وإيه مقترحاتك لتطوير السياحة في مصر ده سؤالنا الموجود على فيسبوك الوقت ينأخذ مجموعة من المقترحات الخاصة للناس قدمتها يعني في محمد العبدالله بيقول كان من باب أولا نطور القرى الريفية والأقاليم وبعد كده نطور السياحة السيد محمد أكيد حداك سمعت وأكيد شفت من حلال الشات التلفزيون إنه فيه مشروع اسمه مشروع حياة كريمة ده لتطوير كل القرى والنجوع والعزب والتوابع لهذه القرى وبكل تأكيد المحافظة التي ساكن فيها أكيد هذا المشروع موجود وهذه المبادرة المهمة جدا موجودة في المحافظة عندها حضرتها كمان أستاذ مجدي أمين بيقول نتعامل مع السياح بأمانة وصدق وهنا بيكلم يمكن على المسئلية المجتمعية علينا كلنا يعني كلنا عندنا مسئولية تجاه السياحة ودي واحدة منهم طيب التفتيش على المنشآت السياحية وتطوير أفكار القائمين على ملف السياحة وتأهيل العاملين ده عصام صلاح الدين أستاذ محمد أو محمود زهران كمان بيقول لابد من الاتجاه إلى السياحة أو السياحة البيئية وعندنا في مصر أماكن بجد تشفي العليل سيوى عيون موسى ودي رمال مهم يكون عندنا الجديد والمطلوب عالميا صحيح زي ما قلنا بسانت أن صناعة السياحة دي واحدة من أهم الصناعات للمهوض بالاقتصاد القومي لأنها مصدر مهم جدا من مصادر الدخل القومي عشان كده في لجنة تم تخصصها في الحوار الوطني لمناقشة ملف السياحة عشان تهتم بوضع أفكار ومقترحات للمهوض بهذا الملف حي يوم الثلاثة الجاية إن شاء الله يتم منقشة حال القطاع السياحي الوطني بشكل شمولي في جلسات الحوار الوطني تحت عنوان وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله بحضور رجال الاقتصاد والسياحة وعدد كبير من الشباب لوضع حلول مساعدة على جذب طبعا أكبر عدد من السياح إلى مصر في الفترة الجاية وزي ما احنا متعاوزين مع حضراتكم مهتمين جدا بالحوار الوطني وما يحدث به مهتمين برأي الشارع كمان عشان كده معانا تفاصيل أكتر عن السياحة وأهمية منقشة هذا الملف في جلسات الحوار الوطني ضيوف هيكلمون عن هذا الملف بالتحديد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب والأستاذ حسام هزاع الخبير السياحي أهلا بكم ونورنا في صباح الخرية يعني في البداية ملفه مهم جدا وقطاع كبير جدا بيساهم بشكل رئيسي في الدخل القومي المصري ومصر معروفة جدا نحن نتكلم في الحاجات الموجودة بالفعل نحن عارفين طبعا عوامل الجزب السياحية اللي عندنا في مصر أو مناطق الجزب الموجودة في مصر سواء لقصر وأسوان البحر الأحمر حتى القاهرة كل تقريبة محافظة في مصر فيها عوامل الجزب السياحي إزاي نستغل ده بشكل أمثل بالذات كمان في جلسات الحوار الوطني اللي في الحقيقة بيلاقي اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية الحقيقة طبعا السياحة واحدة من الأربع مصادر الدخل القومي المصري يعني بجانب تحولات المصريين بالخارج وبداخل قناة السويس وبجانب الصادرات المصرية فالحقيقة هو قطاع في منتهى الأهمية وأن كل زيادة بتتم في هذا القطاع بتأثر بشكل مباشر على الملفات المرتبطة بالحمال الاجتماعي يعني خلال 21-22 احنا شفنا أن الدخل السياحة وصل إلى 10 مليون دولار و4 من 10 والمقصد السياحي اللي جاءنا حوالي 8 مليون سياح تقريبا بنستهدف طبعا رقم أكبر من كده 30 مليون سياح بالتحديد بنقول أن كل زيادة في هذا المرفق أو هذا المصدر المصادر الدخل القومي هينعكس بشكل مباشر على الصحة وعلى التعليم وعلى باقي المصادر عشان كده التعليقات اللي جاءت في أول الحلقة العليات محترمة جدا حقيقة من ضمنها الرجل اللي بكام تطوير قريطه أنت الدخل اللي هيجي من السياحة هو اللي هيساعدنا أن نقدر نزود في الأنفاق عظيم جدا حسام وحضرتك خبير سياحي دكتور ومعني بهذا الملف بشكل كبير شايف حضرتك أهمية الاهتمام بالسياحة في مصر خلال الفترة الماضية وبرضو ناخد من تعليقات الناس اللي جاءت لنا دلوقتي حضرتك أنا في المجال السياحي يعني عملي ونظري كأكاديمي وفي نفس الوقت كرجل الأعمال في القطاع السياحي فالسياحة صناعة أهم حاجة التسويق السليم بطرق صحيحة وتقديم الخدمة على أعلى مستوى تبقى لإحتياجات السوق اللي عندنا لما إحنا بناخد ريفيوز أو أراء من الأجانب مكتوبة على الإنترنت أو جوجل بيزنس أو اليوتيوب وتفر السوشيل ميديا ده بيطور أكتر من الصورة الإيجابية عن مصر لو جينا إحنا دخلنا في النواع السياحة المختلفة عندنا فإحنا عندنا طبعا السياحة الشاطئية والثقافية وزي ما السيد عضو مجلس النمواب سكر إن كان فيه 21-22 كان فيه حوالي 11 مليار إنكم و10 مليون أو 8 مليون سياح مثلا النقطة هنا في إن إحنا بنتور ده عن طريق حضور المعارض الدولية كتيرة جدا خلاص المطلوب بقى الفترة القادمة زيادة الاستثمار في قطاع طيران الخاص أو الطيران الشارطر لأن ده مهم لأن مصر حدودها كلها مختلفة عن دول أوروبا يعني أوروبا بتبقى الدول ما بينها وما بين بعض فيه تنقلات بسياحة الأطر بالعربيات بغيره إحنا لازم لنا الطيران الخاص اللي بينزل محافظات زي الغرداء أو ها ووا أو سيناي سيناي يعني أو مثلا لقصر أسوان فحنا يهمنا طبعا الدولة بتقوم بدعم الطيران الشارطر بتقدم حوافظ كتيرة قوي وضع استراتيجية التقل الاستعبال للمطارات بقت كبيرة وبتكبر بقى فيه مطارات كتيرة زي مطار سفينكس مثلا وفيه مطار العاصمة الإدارية كل فيه مطار سانت كاترين التقل الاستعبال بتاعته بتزيد كافة المطارات دي ممكن تستقبل أعداد كبيرة من السياح زي نستقبل الأعداد دي بقى بالتسويق والماركتينج بره جامد جدا مع وضع حوافظ بقى تخفيضات في أسعار تذكر التيران الخاص مش التيران المنتظم لأن التيران المنتظم ده ممكن تبقى الخطوط البعيدة مثلا زي أمريكا مثلا واشنطن والمفروض أن في مصر التيران بتقولها تفتح خط مع كاليفورنيا لأننا عندنا واشنطن ونيورك هذا سيساعد كثير جدا في السياحة من كاليفورنيا دايركت لمصر مثلا مصر كافة الأسواق مفتوحة على مصر بمعنى أننا عندنا الأسواق الخليجية الأسواق الأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية عندنا طبعا أسيا عندنا الأوروبا الغربية وأوروبا الشرقية بأنواع السياحات المختلفة بس طبعا السياحة الشرطية تمثل 70% من السياحة على مستوى العالم فكل دا لو كان هيتم التسويق لي مع إعطاء إعفاءات ضريبية للمستثمرين أنهم يجوا مثلا يبنوا فنادق أكتر لأننا عندنا الطاقة الفندقية حوالي 210 ألف غرفة موجودة عشان نصل إلى 30 مليون محتاجين 500 ألف غرفة في حاجات محتاجة رينوفيشن تسهيل قروض لرجال الأعمال والمستثمرين للحصول على القروض دي لتطوير بعض الفنادق التي كانت وقفت أثناء الكوفيد وقبل الكوفيد هناك مبادرة من البنك المركزي بهذا الخصوص هو فيه بس الحقيقة فيه صعوبات يعني مش سهل أنه يحصل على القرد يعني هي بيبقى فيه لأ دور حوار الوطني مهم جدا في نقطة زي دي آه لأ دي دي مهمة يعني إحنا من عايز من 25 يناير مثلا صعب جدا على القطاع السياحي الحصول على قروض الحقيقة يعني أنا عجبني قوي أفكار حالك اللي قلتها كمان من ضمن الأفكار تخفيض أسعار تيران الدخلي حتى لتشجيع كمان السياحة الداخلية وده مهم جدا ناقصنا إيه دكتور أيمن يعني إلي إحنا ناقصنا النهاردة خلي نقول الأفكار مع بعضه أقعية عشان منها لو في منها أفكار هيتم منقشتها في الحوار الوطني الحقيقة بناسبة أهمية القطاع السياحي وصل يعني مش هقول فكرة ولكن مئات الأفكار وصلت للحوار الوطني وكلها حاجات منضبطة وجيدة وحاجات قبلة للتنفيذ كمان جبنا مجموعة من البيانات الضخمة جدا أثناء فترة الإعداد للحوار الوطني عشان نكمل بيها صورة المقترحات المتقدمة عشان ما تبقاش مجرد اقتراح أو فكرة بس يعني بقى شكل دراسة جدوى خفيفة كده الطيران الاقتصادي زي ما تفضل سيد الدكتور حقيقة هو عامل مهم جدا عشان تقدر تخفض تذكرة الطيران عشان يبقى فيه تحرق بشكل منضبط جوه مصر وسليم وسهل وسهل على السايح الثقافة بقى ثقافة الوعي بالسياحة الحقيقة احنا محتاجين لها بشكل يعني كبير جدا المواطن المصري لابد ان يعي ان هذا السايح هو جزء من داخله تحديدا هو شخصية سواء كان شغال في قطاع السياحة او مش شغال في قطاع السياحة لازم فكرة الوعي بقى الثقافي بالسياحة في مصر تنتشر بشكل او باخر طريقة التعامل مع السايح طريقة البيع والشراء والثقة اللي تكلم فيها احد المعلقين واحد يقول له اما حاجة السايح يتعامل بثقة او يتعامل بصدق قصده من هنا ايه ان احنا بتبقى المنتجات احيانا بتاخد اكتر من شكل عندنا او اكتر من سعر ودي حاجات احنا خلاص بقى اينا بقى يعني في عالم منفتح وبقى السايح بيجي مصر عارف كويس جدا من خلال الانترنت هو هيروح فين وحيشتري بكامه وحياكم الايه والاسعار ايه فمنعمل احنا ساعات فجوة نفسية كده مع السايح احنا اتعامل بقى اكتر من اقتراح في هذا الشأن وكيفية الحكامة والضبط لهذه الالية بالتحديد ومن ثم يعني انا مش هايزة بقى الاحداث احنا ان شاء الله التلاتة اللي هو يعني بعد يومين باذن الله تعالى حنشوف طفرة جديدة وافكار المصريين في هذا القطاع وطبعا رجال العمل كلهم ممثلين تقريبا في الحوار الوطني شباب اقتراحات غير عادية المرأة اقتراحات غير عادية لازم نعرف من السياحة في العالم كله من كل عشر اشخاص يعني فيه واحد بيشتغل يعني عشرة في المئة من القوى اللي عاملها في العالم نشتغل في قطاع السياحي ومن ثم احنا ممكن نقضي على كمية كبيرة جدا من البطالة وبسهولة جدا من خلال هذا القطاع والتنشيط صحيح دكتور حسام فيه قضية جدلية كده وقت ما بيكون فيه ازمة في السياحة مثلا فبنلاقي اصحاب المنشآت السياحية بيخفضوا العمال وفي بعض الاوقات بيتم الاستغناء عن العمالة الجيدة والاستعانة بعمالة اقل جودة في التعامل في كل حاجة وده بنلمسه من خلال تعامل الناس حتى من خلال حتى الريسبشن بتاع الفندق خلال المطعم حاجات كتير قوي فبييجي هنا صاحب المنشآة السياحية او صاحب الفندق نفسه يقول طب انا ما عنديش دخل فبالتالي هعمل ايه لكن اللي هو بيعمله ده بيدر بالمنشآة بتاعته اكتر واكتر لانه لو فرض واحد كان موجود وشاف هذه التجربة ومع جابتهش ما هو بعد كده عمره ما هيكل با كانت تاني الحقيقة السياحة مرت بظروف صعبة كتير قوي لا تحملها الى اللي عاملين فيها بالذات اصحاب رؤوس الاموال عايز اقول لحديك مثلا ان في فترة الكوفيد احنا تحملنا اجور الموظفين اللي عندنا بس برضو في حصل مشاكل كتير لو رجعنا وراء بداية من 25 ينار كان حصل حظر من بعض الدول على السياحة وبعدين حادثة التيارة وبعدين الكوفيد ففي عمالة الريدي هجرت المجال يعني مثلا في سوائين السياحة اللي هم كانوا ساوي خبرة كبيرة جدا ساعتها سابوا ورحوا اشتغلوا مثلا في الاوبر خلاص يعني ده مثال في ناس مثلا كانت تور جايدز وكده وتور أوبريتور رحوا اشتغلوا في التسويق في حاجات تانية تور أوبريتور والتور جايد مثلا رح اشتغل في التدريس رجع مثلا يعمل حاجة تانية في الترجمة فالقطاع السياحي فقد جزء كبير من العمالة والناس زاوي الخبرات وفي ناس طلعت برى البلد مثلا الى اخيره فاحنا بنحاول ده بنعيد تدريب العمالة تاني في اتحاد عام غرف شركات السياحة والغرف كلها لان في عندنا خمس غرف بقى وبيتم تدريب عمالة جديدة لان العمالة اللي مشيت وخرجت وسفرت واستقارت خلاص هو ساب المجال وفي ناس كذا وبعدين طبعا مش عايز اقول بقى في خسار تانية ان في ناس قفلت المنشآت بتاعتها وقفلت شركاتها واخبالك بس طبعا بتبتدي تستايد يعني احنا عندنا مثلا النايل كروز كانت 290 تقريبا او 288 نيل كروز ما بين لقصر واسوان اللي شغال منهم حتى الان برغم الهاي سيزن اللي فاته كان فولي بوكت شغال 150 نيل كروز التانيين محتاجين من 200 وكان مية وخمسين من 200 وكان مية وخمسين من 200 وكان مية وخمسين ودول حصل لهم تطوير بسين في المين اه يعني في حاجات الحقيقة محتاجة التطوير بالنسبة كما ذكر سيادة النائب الدكتور السيرفز والخدمة والثقة وكده احنا نقدر طبعا غير الوعي لازم يكون فيه كنترول الكنترول ده يبقى عن طريق الكاميرات واخد بالحقيقة في كل المناطق الأسرية والمناطق السياحية حتى التعامل فيه حاجة لازم مهمة جدا برضو اتمنى انها تناقش في الحوار الوطني القضاء على السوق الموازية لان فيه ناس ملهاش في السياحة بتدخل في السياحة وبتشتغل وبتشتغل ملباطر وبتدفعش ضريبة وبتشتغل اونلاين وتروح تجيب وتقفض أسعار وتحرق ده بيأذي أولا أصحاب رؤوس الأموال المستثمرين ما فيش محاسبة ضريبية مع انه هو يقدر يجيبه عن انترنت ويقدر يحاسبه كده لان المستثمر او صاحب المنشأة ايا كانت بيبقى عنده سطاف ودرايب وبنتلع معارض دولية بتتكلف ألافات الدولارات وبتيجي بتحطها على البرودكت اللي انت بتعمله للسايح يعني لو انا طالع مثلا زي لما طلعنا بورسة برلين كانت أكبر بورسة سياحة في العالم طالعين بالمنتج بتاع المنتج بتاعنا عبارة عن برامج سياحية معينة بتتكلف تكلفة معينة متضاف عليها تكلفة المعرض السياحي اللي انا كلفته والاسطاف اللي معنا اللي طالع الى آخره بيجي واحد من الباطن قاعد هنا ما بيعملش حاجة يروح يشوف سايح يروح ياخده هنا بقى المشكلة انه هو بيبيع له حاجة على الانترنت بحاجة رخيصة جدا لا تكاد تذكر كتكلفة وممكن يكسب حاجة بسيطة احنا عايزين كنترول على سوق الموازن اللي يشتغل يشتغل زي ما احنا كنا بنشتغل فبنشتغل أفيشيالي بورق بسجال التجاري بتاع دريبية فطورة إلكترونية الى آخره لكن ده مهم جدا برضو عشان نحافظ على السلوكيات عشان ندي انطباع كويس عن مصر عشان نقضي على هذه السوق اللي هي بتجيب لنا بعد الأحيان المشاكل لازم يتناقش ده أكيد دكتور عيمن دكتور حسامي تكلم عن نقطة مهمة جدا وهي سبقى قبل كده انه مهم جدا تسهيل القروض لصحيبي المنشآت السياحية اللي تضرروا من كوفيد لما قفلوا انهم محتاجين يجددوا هذه المنشآت خلينا تكلم عن يمكن أهمية استعراض مختلف التحديات اللي واجهها ولا زال يواجهها النشاط السياحي وهل بيتم دعوة رجال السياحة الى مائدة الحوار في الحوار الوطني المناقشة التحديات ويمكن السماع لما يحتاجون أصحاب المشكلة دايما هم المدعوين اللي أرخبوا واحد في كل جلسة من جلسات الحوار الوطني يعني لو نتكلم عن أقطاع السياحة زي النهاردة طبعا الناس اللي عندهم البريوريتي أو الأولوية في الحضور الاستعراض مشاكلهم هم رجال الأعمال المرتبطين بالسياحة أو المرتبطين بالسياحة دي حاجة الحاجة التانية احنا بنتكلم على الإجراءات والاقتراحات اتكلمنا قلنا من لحظة أن الحوكمة شيء من الحاجات المطلوبة والمهمة وبشكر الدكتور على فكرة الاقتصاد غير الرسمي هو بالفعل نحن عندنا أسمة كبيرة جدا في الاقتصاد غير الرسمي عموما مش في قطاع السياحة بس ودمج هذا القطاع غير الرسمي فيه القطاع الرسمي سوف يزيد من الدخل القوم المصري وسوف يزيد من إرادات الدولة اللي بيها نقدر نطور كافة المجالات السياحة بالفعل لمزيد من الرقابة متقدم أكتر من مقترح عشان فكرة الركاء الزيحة اللي ساعدت تتفضل بيه هو برضو فكرة وجود الكاميرات وإزاي شرطة السياحة تطويرها هيكون إزاي نوعيا وإزاي قطاعيا لأن شرطة السياحة قطاع ضخم جدا في مصر وبيقوم بأدوار جيدة ولكن مع مقتضيات بقى الانترنت ومع مقتضيات بقى السائح الجديد ومقتضيات العصر الحديث وكلام ده فيه تطور نوعي وتدريب شامل ده كمان فيه أفكار مرتبطة بتدريب العاملين في قطاع السياحة مش بس رجال كنت لسه هتكلم مع حذرك في النقطة دي مهمة جدا جدا تدريب العاملين في قطاع السياحة قد ايه مهم لما احنا بتشوف في مدينة زي شارم الشيخ مثلا العاملين في قطاع السياحة بيقدروا يتكلموا أكتر من لغة روسي ألماني إيطالي وأكتر كمان بطلاقة شديدة ده بسبب أن هم عندهم مهنية شديدة جدا في شغلهم وحب كبير قوي اللي هم بيعملوا وقدرين أن هم يبنوا علاقة وطيدة مع السياح فبالتالي بيرجعوا تاني وبيحبوا أن هم يعيدوا مرة تانية الإكسپيرينس دي أو التجربة دي هو فيه مثل فرنساوي ترجمته أن الإنسان لسان بمعنى أن الإنسان عبارة عن لغة الإنسان أنا كلما هزود العامل اللي عندي اللغة بتاعتهم ولا سيامة حتى اللغات الأساسية وكلمات في المرضفات يعني عندنا مثلا لغة الألمانية مش ناس كتير بتعرفها الفرنساوية نفس الكلام أنا مش بالضرورة أدرسله كل في الموضوع بس على الأقل العاملين يمع عندهم جزء من الثقافة آه اللي بيستخدمها يوميا لازم يتدرب عليها عشان يعمل نوع من الألفة مع السايح عشان إذا ما فيه ترابط ما بين السايح وما بين العاملين في مصر في هذه القطاع تدريب العاملين وياخد أكتر من منحة القطاع في الحوار الوطني ومتقدم أكتر من فكرة ومين هيتحمل التكلفة هل العامل حيقدر أو مش حيقدر في البداية طب إلى حد لا طبع أنا أقولك أنه هو حيقدر في البداية ومن فعش تحمل العامل من أولها كده نقول له تكلفة تدريبة لا لا هو عشان كده أقول لست هذا التدريب معمول له بلان إن الدولة حد شيله بشكل معين وفكرة بقى تمويل القطاع السياحي حيتمول القطاع السياحي بقى بأنه ده قطاع من القطاعات المرهوبة حيتمول زي وزي القطاعات التانية بالتكلفة العالية جدا اللي هي الفايدة العالية ولا هيتمول بشكل منخفض لا بشكل منخفض وأنا أقول لأي مدى منخفض منخفض جدا كمان مش هنقدر نقول كل اللي يحصل يوم الثلاثة ولكن الاقتراحات جيدة جدا واتطمن أما فيما يتعلق بقى من فرص بقى قطاع السياحة لنيرى في مصر الأمل بقى اللي نقدر نقوله قطاع السياحة بشكل مباشر هو أن وثيقة ملكية الدولة لما تكلمت على أن الدولة ستستسمر في أولويات محددة وحتخرج من أولويات تانية كان قطاع السياحة فالقطاع الخاص له فرصة زهبية الفترة المقبلة بإذن الله أنه حيلاقي مش بس التمويل هيلاقي إفساح المجال قدامه وأنه يشتغل بشكل حر أكتر من الأول بكتير كمان البيئة التشريعية المرتبطة بالسياحة بتتطور يعني طريقة بقى الأسار وطريقة ترويجها وخروجها برى البلد اللي كان بيعمل لنا أزمات كبيرة يعني عشان كنا نخرج قطعة أو حاجة برى مصر مش عايز أولي ستاك المعرض مثلا لو في شهر مثلا يونيو الجاي مثلا ممكن نخرج الإجراءات قبلها بتلت تيام يكون بقى الدنيا الدربكت والمعرض نتعماش كويس ومقطعة سرية تروح لمعرض برى وسترجعتها ودي بتدر دعاءة ضخمة جدا على المصر لأن المصريين اللي في الغربة مش بس مشتقين يشوفوا حاجة من ريحة بلدهم لا الأجانب كمان ده بيفرق كتير جدا معهم كنت أكيد حالك تتكلم في رقطة مهمة جدا وهي التدريب العاملين ومنها تحملوا أنا كنت شاف أن دكتور حسام كان عنده إجابة لكن هستاذينكم نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا عن ملف السياحة وده طبعا ضمن المحور الاقتصادي اللي هيتم منقشته في الحوار الوطني يوم الثلاثة القادمة أهلا بحضراتكم من جديد ولسا مكملين معاكم كلامنا عن حال القطاع السياحي اللي هيتم منقشته إن شاء الله يوم الثلاثة الجاي في جلسات الحوار الوطني يوم كاملين مع ضيوفنا اللي بنورنا في الستوديو طبعا دكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ودكتور حسام هزاع الخبير السياحي وسؤالنا كان لحضرتك يا دكتور حسام تعقيبك على همية تدريب العاملين في قطاع السياحة استكملا طبعا لما قاله الأستاذ دكتور أيمن عضو مجلس النواب احنا عندنا خمس غرف سياحية فيه الاتحاد العام للغرف السياحية أنا عضو فيه وفيه خمس غرف غرفة شركات السياحة غرفة الفنادق السياحية غرفة المنشآت السياحية اللي هي المطاعم وكده وغرفة الغوص وغرفة العاديات ففيه دورات تدريبية بصفة مستمرة حتى أثناء الكوفيد وكانت أونلاين فيه تدريبات للسائقين فيه تدريبات للعمالة في الفنادق فيه تدريبات للموظفين فيه كورسات بقى اتش آر فيه تدريبات للسياحة الدينية اللي هي مشرف السياحة الدينية وشغالة على طول. دي بتبقى للعاملين في الشركات والمؤمن عليهم فور فري. بالنسبة للمشعاملين وبيجوا بيشتغلوا وبعدين بعد كده بيتسبتوا. بتبقى بحاجة بسيطة 200 جنيه. وممكن الشركة أو الفندق يتحملها في الأول وبعد كده في مقابل أنه يدرب العمالة دي وتشتغل بعد كده. فالدورات دي شغالة بشكل على طول بس لل اللي بيبقوا عاملين في القطعة السياحية. احنا عندنا في الشركات بتاعتنا وفي الفنادق. فيه ترابط مع الكليات. واخدبال حضرتك. بيجوا الطلبة يتدربوا عندنا وبيأخذوا شهادات خبرة. تدريب عملي فترات الصيف شهرين ثلاث شهور. وبيفضل التدريب للناس دي. فيه ناس بتروح للفنادق في الغرداء. في شهر مشيق بتتدرب عملي. فيه ناس بتتدرب في المطاعم السياحية. ولكن التدريب قائم بشكل كبير. زي ما بنقول حضرتك السلوكيات والحاجات دي بتيجي مع الوقت. بيبقى فيه دورات بروتوكول. فيه دورات التعامل مع السيربس. فيه دورات. وبعدين بيحصل امتحانات برضو. لاجتياز الدورة. حتى للسائق. حتى للمندوب السياحي. اللي بيقابل السياح في المطار. وبيتكلم معهم. وبيخلص لهم الإجراءات. والتسكين إلى آخره. فده كله موجود. وكل ما زاد الشغل بتاع السياحة. وزادة الأفواج السياحية. بنحتاج عمالة أكتر. ومع وجود العمالة. بنزود الدورات التكسيفية أكتر. عظيمة. كان عجبني حالة الحوار الوطن اللي كانت دونك. وحنا في الفاصل. دكتور حسام قال. أنا مش مشارك في الحوار. فدكتور أيمن. لا. لقد عندك مقترحات. هتا. وإحنا نقدمها. ونتنقش فيها. ودي حاجة جميلة جدا. مصر عندها مميزات تنافسية قوية جدا. نقدر نستغلها ونعتمد عليها في كل أنواع السياحات. هل بنبص لتجارب الدول السياحية الناجحة؟ ونبتدي نطبق هذا النموذج عندنا في مصر. مع الأخذ في الاعتبار. نحن عندنا المقومات الأساسية اللي مش موجودة في أي حتة في دونه. عندي سادتك حق يا مصر عندها سياحة عندها أثار فريدة. وعندها سروة سياحية فريدة من نوحة. بصراحة الحمد لله. يعني مصر عمر أثارها من عمر الأرض أساسا. فإحنا نقدر نقول أننا الدولة التي حزت بالمناخ السياحي رقم واحد في العالم تقريبا. أثار مش موجود زيها. شواطئ بطول مصر وعرضها بحرين تنوع في البيئة المائية. عندنا حتى الغابات المتحجرة. عندنا غابات متحجرة عمرها لملايين السنين. عندنا في غابة حتى مش بعيدة عن القاهرة. ده حتى في القاهرة جدا. عندنا الغابة المتحجرة الأخيرة. دي ضخمة جدا. وحاجة يعني منارة ومظهر كبير جدا للمتخصصين في هذا المجال. عندنا مقاومات ضخمة جدا. عندنا مناخ منضابط. عندنا الحقيقة العديد والعديد. عندنا كمان تكلفة للسائح الرخيصة. يعني إحنا عندنا في مصر لازال حتى هذه اللحظة. وحتى ولسيانة بعد ارتفاع الدولار. بقى أنصر جذب. لأن عندنا في مصر ارتفاع الدولار ده. هيقدن الأسعار في متناول السائح الأجنبي بشكل مباشر. فما يدعو للسياحة في مصر موجود. الاستراتيجية اللي حتم والأفكار المطروحة. في زي استغلال هذا الحقيقة نقول لساتك. يعني مئات الأفكار الجيدة المنضبطة على طولة الحوار الوطني. حيشاركنا في هذا الإطار كافة الرجال العمال المسؤولين أو المتضررين. نقدر نقول الفترة الأخيرة. لأن طبعا السياحة عانت الفترة فاتت كتير جدا. بس الحمد لله. إحنا الأول ما كنش بنعرف نخش سيناق مثلا. بعد القضاء على الإرهاب. لا. إحنا بنروح ومنيجي وطرق ويتأسهل وتفتحك. ما كانش عندنا شبك الطرق تودينا الأقصر وأصوان بالسهولة. عندنا قطارات هتوصل في 40 دقيقة أو ساعتين وأرقام ما كنش نحلم بيها الحقيقة. يعني اللي تصرف برضو عربنا التحتية للأمانة هيساعد برضو السياحة. ما فيش شك إن كلام سعادة الدكتور فيما تعلق بالطيران الشرطر أو الوطن الاقتصادي عموما. ده هيبقى فيه فرصة ذهبية للاستثمار فيه. لأنه هيبقى ممول. وحيبقى فيه الدولة حتى فيه مش فايد عالية. لا فيه مقترحات كتيرة ومنضبطة هتساعدنا. وإن شاء الله احنا هنشوف خير. يعني أنا عايز الناس تتفائل لأن اللي جاي في الحوار الوطني هو نظرة أمل حقيقية. مش أمل ووعود. لا احنا عندنا كل ما هيطرح. عندنا ضمانة السيد رئيس الجمهوري بنفسه. ألقى على عاطقه. وقال بشكل مباشر أن أحقق هذه الاقتراحات وهذه التوصيات على اعتبار أنها بتاع قرجة من المتخصصين وأصحاب أفكار. دكتور حسام. حضرتك عارف ما أنك بتتعامل بشكل مباشر مع السياح. ما يحتاجه السياح. النهار ده أنا بقعد أفكر كده. يا ترى ليه السياح من جميع عن حال العالم بيروحوا بلاد زي أوروبا مثلا. هل فيها مزارات سياحية؟ عندنا. هل فيها مثلا بحر وجو حلو؟ مش كل الدول فيها. بعض الدول وعندنا كمان. إيه اللي نقصنا عشان. أو إيه الدراسة النفسية للسياح اللي بيزور مصر. فإحنا نقصنا ده بحيث أن إحنا نجزب هذا السياح. هل تأشير الدخول الإلكترونية؟ مثلا. حضرتك كلمت عن تيراند شارتر. هل وجود متاجر مثلا لبيع المنتجات في بعض الأماكن السياحية؟ أنا معرفش. حضرتك قادرة. قولي إيه. إيه الحاجات المحتاجة؟ الحقيقة طبعا الدولة بزلت مجهود كبير. بالنسبة زي ما ذكرت حضرتك. التأشير الإلكترونية بقت موجودة. سهل الحصول عليها. في دول معينة بمجرد وصوله. مثلا زي أوروبا الغربية. أمريكا. وصوله المطار بيأخذ التأشيرة في المطار بـ 25 دولار. كويس جدا. سهلت برضو للناس المقيمين في الخليج غير مصرين. ومن دول لا تحصل على التأشيرة. إنه لو مع شنجن أو مع إنجلترا أو أمريكا وسريع يقدر يأخذ الفيزا في المطار. سهلت لبعض الدول مثل المغرب العربي. لحصوله على التأشير ومجرد وصول المطار في شرم الشيخ. فده شيء كويس. المهم طبعا. وده بيحصل حاليا. بس لو عايزين نوصل للاستراتيجية التسويق. التسويق. ثم 365 يوم في مصر. تسويق لمصر خارج برامج. في برامج تسويقية كثيرة جدا حصلت. بس اللي بيحصل بقى أن فيه تكنولوجي جديدة. مثلا. حتى إحنا عندنا نوع من السياحة الإلكترونية على الويب سايت. وبيحصل تشاتينج مع الأجانب. ويجوا من خلالها. وفيه أدفرتائزينج بتبقى موجودة على جوجل. المواكبة زي في بعض الدول طبعا. بتلاقي حضرتك. بنستفاد برضو من بعضنا. إنه هو عمل تجارب معينة. فيه تسويق معين بشكل معين. مع إعطاء حافز لتفضيل مصر على الدول الأخرى في الشرق الأوسط. الحافز ده ممكن يكون في شكل تخفيض معين فيه. رحلة معينة. عدد لو فيه مثلا عشر اتنشر فرد ممكن ياخدوا كذا فري. فده بتبقى كلها حوافز بتقدم مع التسويق. طبعا. سيكولوجية الساحلة. إحنا عارفين ومصر درسة وكل العاملين في القطاع من أصحاب الشركات والفنادق. إن فيه مواسم سياحية معينة بتتطلب إن الساحة ده ينزل فترة السيف كذا. فترة الشتاء كذا. طيب الأجازات بالنسبة لأمريكا اللاتينية كذا. بالنسبة لأمريكا الشمالية في الوقت ده. إحنا عندنا مثلا السياح شرق أوروبا بيحب السياحة الشاطئية. السياح الغرب أوروبا والسياح الهندي والسياح السيني بيحب السياحة الثقافية بالمعابد بالزيارات. السياح الأمريكي ممكن ما يحبش البحر أو كده. لأنه عنده محيطات. فيه ناس بتحب الكروز الكبير اللي وسط البعاء بتبقى في البحر. أنا نتكلم عنها يمكن في بداية الحلقة. إنه الكروز دي بتجول أنحاء أوروبا كلها. لما نعملش مثلا مرسة لها في العالمين الجديدة مثلا. في الساحل الشمالي. هو موجود في اسكندرية وبورساية. في اسكندرية موجود. لكن بلد دي يقدر الساحن هو ينزل يعني يعني الساحل الشمالي فيه برضو يعني خلينا نقول فرايتي أو تنوع أكتر. هو فيه دي سياحة اليخوت ممكن في العالمين أو كده فيه سياحة اليخوت مهمة جدا. لأن دي بقى بتخص الملياردرات ومتوسط انفاق الموظف على الياخت خمس أضعاف السياحة العادي. فيه السياحة طبعا الدينية. زي سياحة الحج اللي أجازها بابا الفاتيكان في 2017 بالنسبة للكاثوليك. 25 موقع اللي كانت السيدة مارية وسيدنا عيسى موجودين هنا في مصر فيهم. فيه أنواع كتيرة من السياحات. بس إحنا بدورنا يعني طبعا الدولة مع القطاع الخاص. القطاع الخاص بيبقى عامل على طول دعاية. مثلا ممكن تطلع في وقت معين. أنه هو حسب الفايل أو الملف أو الشغل اللي بيجيبه. فيه صحاب الفنادق طبعا فيه ناس هنا بسم الله ما شاء الله عندها 15 ألف غرفة فندقية. رموز رجال مستثمرين كبار. بيبقى عندهم بي تو بي سيستم كأونلاين. كل الدعاية دي بتجذب أكتر. هو زي ما قلنا الوجود السياح هنا ممكن يجي مع تكسيف الدعاية بشكل كبير في كل الاتجاهات. وعلى حسب موعيد الأجازات مع وجود الترقية. مثلا أقول حاجة. زي ما احنا نتكلم. إحنا بيننا وبين الهند مثلا ما فيش طيران. لو فيه طيران شارتر بيتحمله المستثمر أو الدولة حتى قاقطاقص هيقدر يجيب من مومبيل للقاهرة على طوله فيه دسوء واعد بيطلع سياح كتير. دلوقتي فتحت الصين تاني بعد الكوفيد. برضو كان فيه زمان طيران شارتر ما بين الصين ومصر. ده كله بالإضافة طبعا للطيران المنتظم. باسترها المنتظم ببتكلفته عالية أول. فده هيؤدي إلى كثافة كثافة مع زيادة التسويق. عظيم. اتكلمنا عن التطوير. وتكلمنا عن تطوير العاملين وتدريب العاملين في القطاع. نقطة التسويق غاية في الأهمية. قيل في الأثر كده أنه كان فيه حد عايز يعمل تجارة وكان معاه تلات قروش فرصحوه اشتري بضع بقرش وسوق بقرشين. التسويق ازاي يكون في هذا التوقيت؟ نحن عارفين أن وزارة السياحة والأثار بتوفي تبعثات للخارج. وبتوفي مجموعات لتطلع بره لدول كتيرة وتفتح أسواق سياحية جديدة. وده حاجة معروفة. لكن الطرق الجديدة للتسويق. إيه هي وإزاي نقدر نعملها؟ في الشك طبعا التسويق هو المعيار الأساسي لنجاح أي مشروع أي أن كان نشاط هذا المشروع أي. ومنسمى التسويق السياحي. ستك المسألة دربته فعلا كلام منضبط جدا. وإحنا بندرس أنا بنقول إصرف 80% من راس ملك على الأدفريتايزنج وإنت حتلاقي أضعاف أو تمن أضعاف راس ملك كله على بعضه. إيه لو إصرف 80% منه. إنت حتوصل أنك تضعف 8 أمرات. فالتسويق بفيش كلاف على أهميته. مهم بشكل مباشر وشكل غير مباشر وأنواع التسويق الجديدة اللي ظهرت زي التسويق الخافي. هل في أفكار من المقترحات اللي جات في الملف الاقتصادي من الشباب ومن المواطنين فيها أساليب دعاية جديدة؟ أنا عايز أقول حركة حاجة والشعب مصر كله. الاقتراحات اللي جات والله حاجة منضبطة ومحترمة وجميلة. مش بس من رجال أعمال. حتى العاملين في القطاع. لأن دول أكتر ناس تدرروا في طريفات. بعتين بولي ساتك مئات المقترحات في منتهى الروعة. ومتكلمين في تفاصيل منتهى الدقة. يمكن أكتر من الباحثين كمان. يعني أنا درست ماركتينج وتسويق كتير جدا في الجامعات المصرية. إلا أني لقيت حاجات أنا نفسي كنت مركزتش فيها. الناس بتتكلم في التسويق الخفي. التسويق الخفي. يعني أنا قدر أعمل سياحة بشكل غير مباشر لمصر. من خلال التلفزيون ومن خلال المسرح ومن خلال أن أنا أجي في لقطات سينما. العمال الفنية يعني. العمال الفنية طبعا. والنشاط الفني ده هي القوى النعمة. يمكن بعض من التعليقات اللي كانت جات لنا كمان نقات تحت الفرصة لمصورين هوليوود. أن هما يجوا يصوروا هنا في مصر بدون يعني قيود أو على تصويرهم. أكيد طبعا مهم أن نحن نشوف هما بيصوروا إلى كثير أو يساعدت. إحنا بالله حاجات كمصريين. زي ما شفنا في العمل كيو باترا مثلا. ودينا منه كلنا كمصريين. لكن بعض الأعمال في الحقيقة ممكن جدا. يعني فيلم اسمه ترانسفورميرز تتصور جزء منه هنا. في الحقيقة ده عمل هو مش عالمي عادي. يعني هو ده كان من أنجح الأفلام اللي تصورت في تاريخ خليوة. فالنهاردة لما يتعرض جزء منه تصور في مصر أكيد ده نوع من أنواع الدعاية. قلينا نقول إن طبعا فيلم زي ترانسفورميرز ده حقيقة يعني طبعا عمل إرداته عمل دعاية كبيرة لمصر. مش بس كده إحنا بنكلم يعني مثلا عندنا المغرب الشغيقة. واخدى تقريبا يمكن 80% من الأعمال التي تصور في الشرق الأوسط كلها. بالرغم إن إحنا عندنا صحاري أكبر بكتير وجو أفضل الحمد لله. عندنا أثر رهيبة جدا. عندنا كل ما يتعلق بالحاجات التاريخية والأفلام المرتبطة. حتى أفلام الأكشن التاريخية. كلها تتصور في مكان الطبيعي يكون مصر. ولكن الحقيقة الفترة يعني اللي فاتت كان فيه مجموعة من الإجراءات والبيروكراطية الشديدة جدا. كان بتمنع التصوير. يعني ديك أزمة أزمة كبيرة. إزاي هنحل ده؟ وإزاي المناطق الأسرية دي هيجدين متدخل الإدارة فيها بشكل قطاع خاص. واللي هيفضل الحكومة زي ما هو العديد من أفضل. هنشوفه في المناقشة اللي هتم في جلسات الحوار الوطني يوم الثلاثة الجاية إن شاء الله. نشكر الضيفين العزيزين الاتفضل. أقول حاجة لأن ذكرها دكتور أيمن مهمة جدا. سياحة الصحراء كانت وقفت فترة. إحنا عندنا صحرة جميلة جدا. الناس بتبقى عايزة تيجي تبيت في الصحراء. في الصحراء البيضاء والرماوة. دي مهمة جدا. والسايح بيدفع فلوس عالية جدا بالدولار والجب الفور باي فور إلى آخره. فياريت تبقى فيه سهولة في الإجراءات في هذا النوع من السياحة. أنا مش هنسيب حضرته بنهارتا. أنا شايف نوع تغلو معاك يوم من المساعدة. وعايزة أقول حاجة أخيرة. كمان من التسويق دي يمكن العالم كله زودت السياحة يا جات باي لك. بورتوريكو في أمريكا الجنوبية من أغنية برغم أن ما عندهاش أي مقعومة سياحية. العملية الفنية والثقافية مهمة جدا. ده اللي كلمنا فيه في البداية في الحقيقة. احنا طبعا المطمئن كمان في الموضوع بسانتو اللي يخال الناس كمان تتطمن أنه في الحوار الوطني واغدين رأي أصحاب الصناعة صناعة السياحة وكمان رأي الناس. فرأي الناس مهم جدا. ياريت كل الناس تشارك فيه جلسات الحوار الوطني من خلال تقديم أفكارها ومقترحاتها. حقيقي. دكتور حسام هزاع الخبير السياحي. كل شكرا لكم. نتمنى إن شاء الله أنتابع يوم الثلاثة الجاي. من بكرة كمان. ومنعشت حال القطاع السياحي فيه جلسات الحوار الوطني. وزي ما قلنا لحضراتكم. نحن يمكن نهاردة تكلمنا بشكل عام عن مقترحات حضراتكم ومشاركة حضراتكم فيه كيفية تطوير قطاع السياحة. كل شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا لكم.